وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أشار عدد من النواب إلى أن مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية جاء استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وفيما يخص الاتفاق بين مصر وبروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحامل دوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أكد النواب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيك العلاقات الثنائية بين البلدين هذا القانون صدر سنة 82 يعني مر عليه أكثر من 40 سنة طبعا فيه تغيرات كبيرة جدا في الوكالات التجارية وفي السوق العقاري تغيرت وبالتالي أصبح هذا القانون غير منائم تماما لهذه التغيرات وعشان كده الحقيقة الحكومة تقدمت بهذا التعديل الحقيقة الفوضى الموجودة في السوق العقاري يعني يمكن بتدينا مؤشر أنه لازم يحصل تنظيم للوسيطة العقاري هذه الاتفاقية بقرار رئيس الجمهورية جاية في وقتها تماما في ظل طبعا الاهتمام بالدول الأفريقية وده الحقيقة يمكن سادة الرئيس مهتم جدا بالملف ده وتوطيط العلاقات وأنا شايفة الاتفاق بين جمهوريتي مصر وبروندي جاية في وقته تماما اللي هي طبعا الإعفاءات التبادل الدبلوماسيين أننا يبقى فيه التأشيرات بين الدبلوماسيين أسر الدبلوماسيين أنا شايفة ده جاية في وقته تماما وأنا شايفة دي خطو على الطريق أننا بنقول أننا فيه اهتمام بالملف الأفريقي